اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص او الحرية ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 10 و25 دقيقة مساء اي منتصف ليل 24 على 25 تسعة وبعدين رح ينتقل لمنزلة ساعة بلع وهي للعلاج والفراق وإطلاف الاموال والحرية وبالنسبة للقمر بما انه موجود بالجدي فتأثير القمر على كافة الابراج رح يكون كما يلي بتعود منعود جميعنا لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منه علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح تكون هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 7 و11 دقيقة صباحا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر ونيبتون رح تكون في تمام ساعة 9 و59 دقيقة قبل الظهر وهي بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفة انه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة باموك زي الفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 4 و9 دقائق مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 9 و25 دقيقة مساء من واجه مصاعب وعرقية اللي بتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحلوظ وبيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للغروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 11 و11 دقيقة مساء وهي بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مساعة منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا كله المسار القادم رح يكون يوم 26 تسعة يعني غدا رح يكون في تمام الساعة 3 و35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 6 و7 دقائق صباحا لا ينتقل لبرج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر القمر الربع الاول بلش يعني يدخل على مرحلة الاحدب شوي اه عمره 8 ايام في تمام الساعة 10 و58 دقيقة ظهرا بيصبح 9 ايام نسبة اللضاءة 65% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 عشرة المزاج سعيد وابتصل ساعاته بنسبة 40% القمر في الجدي حتى يوم 26 تسعة المزاج سعيد حتى ساعات الظهر بتناقص طبعا بالحضوض في ساعات الظهر بيصير منتحس ورحيص من ساعات الظهر للمساء نسبة الانتحاسة 30% اعتارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة منتحس بنسبة 40% الظهرة في الاسد حتى يوم 12 المزاج سعيد بنسبة 40% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بنسبة 40% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% زوحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس بنسبة 12% اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1-2021 مزاجه منتحس برضو بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 طبعا بما انه بيتراجع فمنعطيه نسبة السلبية تاعته بيتصل لعشرة في المية بلوته في الجدي بيتراجع حتى يوم 14-10 مزاجه منتحس بنسبة بيتصل من 15-20% بسبب الزاوية التربيع اللي ما بينه وبين المريخ وما بين زحل وما بين المريخ عشان هيك شوية الامور بتكون ضاغطة زي ما حكينا في الحلقات السابقة الها علاقة بتطورات على الوضع السياسي او حدية بالطباع او تصريحات حادة العنف ممكن يزيد بالفترة هاي امور الها علاقة بالاعمال العسكرية او الاغتيالات او القرارات اللي صادم شوي امور الها علاقة بالحرائق بالاحداث الطبيعية زي الزلازل او الاعاصير او امور من هذا القبيل يعني في امور حادة بخلال هاي الفترة والزاوية طبعا زي ما حكينا في توقعات الاسبوع انه الزاوية هاي رح تتشكل بقوة خلال هذا الاسبوع فعشان هيك بتبلش الاحداث بشكل متصاعد ما بين قلقلة وبلبلة واحداث وظروف شوي بتكون يعني حادة فعشان هيك حبينا ننوه ونظرنا نذكر بالزاوية هاي طيلة فترة حدوثها وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اللي انا شايفه بالنسبة للمزاج شوي حاد عصبي بسبب المريخ اليوم حاد اكثر من الاشي العادي يعني فيه ضغوطات عالية جدا موجودة العصبية والحدية وسوء التفاهم والقرارات خيبات الامل شوي فيه نوع من انواع التقلب او الحدية اللي بتيجي بشكل مفرط في بعض الاوقات يعني ممكن يصل الواحد للتهجم او للتكلم بحدية او حتى لمواجهات حادة بالنسبة للوضع المالي يعني شوي فيه نوع من انواع الاحداث بتكون على المستوى المالي زي امور انه بيجيك فلوس او تيجيك اشياء لها علاقة بالمال ولكن سرعا ما بيصير فيه مصاريف زيادة او ممكن شوي تصير الامور بشكل مفاجئ على المستوى المالي فمنكم ممكن يحقق مثلا مكاسب من عمل اضافية او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن فجأة بتحتد الامور وممكن انه بصير فيه خسارة او مصاريف زيادة عادة المصاريف هاي بتيجي اما مصاريف شخصية ببذخ او اشي العلاقة بالمصاريف العائلية او الصحية طبعا بالنسبة للوضع العاطفي اجمالا منقدر نحكي انه الاجواء على المستوى العاطفي لغير المتزوجين او للمتزوجين ولكن عاطفيا مش علاقة الازواج ام نقدر نحكي انه الاجواء ما زالت فيها نوع من انواع الايجابية ممكن تحققوا بعض المزايا خلال الفترة هاي وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم اكثر المستفيدين من الوضع العاطفي اما علاقة عاطفية او تقلبات عاطفية او رغبة بالتواصل مع الاحبة زي الابناء او الوالدين او اشياء لها علاقة حتى بالحبيب نفسه في منكم ممكن يجازف في بعض المغامرات ولكن ما مننصح لانه القمر صار موجود يعني في مكان حساس شوي اللي هو يعني يعتبر بيت السمعة فعشان هيك ركزوا على الامور اللي الها علاقة بالعمل اكثر فممكن اليوم تحصلوا على اعمال جديدة او تهتموا بانجاز بعض الاعمال ما تشوهوا سمعتكم ما تدخلوا بمواجهات القمر والكواكب كلها بتدخل بزاوية اقتران حادة جدا فعشان هيك بتكونوا تضبطوا عصابكم اليوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع مصالحه وممكن انه اليوم تحافظ على انجازاتك القائمة اهمش انك تهدئ من روعك ومن انفعلاتك اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرار وضعك اتجنب المخالفات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها اذا شعرت ببدايتها اهمش انك تنجز اعمالك وانا تخليها تتراكم عندك حاول انك تهتم بشغونك الصحية وحاول انك يعني تمتنع عن المواجهات الحادة ما بينك وبين الشريك اللي هم ما بينك وبين الازواج وحاول انه برضو تسيطر على احلامك وعلى الوهم او على الافكار السوداء اللي ممكن انها تخلل لك خلال هذا النهر برج الثور طبعا اليوم على المستوى النفسي الاجواء جيد جدا بتدعمك بقوة نفسيتك احسن عندك رغبة بالاتصالات بالحركة بالمواصلات بالتواصل الاجواء داعمة اليك وبقوة ولكن المشكلة في تقلب المزاج والاحداث اللي ممكن تصير معك بشكل مفاجئ خلال هذا النهار اللي ممكن انها تقلب مزاجك او تعكر مزاجك او تخليك تحتد في بعض الاوقات اهم شي انك ما تفقد ثقتك بنفسك كرر المحاولة اكثر من مرة عشان يعني تعمل نوع من انواع الانجازات اللي تكون ممتازة ولصالحك رح يكون لك اهتمام عالي على مستوى البيت او اشياء عائلية او احداث عائلية او انجازات عائلية رح تهتم فيها بشكل قوي في منكم ممكن يظهر بعض الاعطال او بعض التصليحات او نقاش او حوار عائلي ممكن يظهر على الساحة بشكل كبير ولكن الاهم انك تحاول انك برضو تنجز اعمالك ما تخلي اعمالك تتراكم عندك في منكم ممكن ينضغط بمسألة الها علاقة بالعمل او يظهر مشكلة على مستوى العمل او خلاف او جدال ما بينه بين احد المعاونين او زملاءه او رؤساءه بالعمل ضبط الاعصاب مطلوب وبرضو نفس الشيء بدك تراعي وضعك الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ او ممكن هاي التقلبات تيجي او لأحد الاحبة يعني تنشغل بقصة احد الاشخاص اللي بيعزوا عليك على المناسبة العاطفي الاجواء الروتينية على حسب طبيعتكم تتعاملوا عاطفيا ما في اي تأثيرات للكواكب موجودة في منكم رح ينشط بعمل اجتماعي زي يتوجه له دعوة لحضور حفلة مناسبة لقاء يلتقي او اتصال من احد الاصدقاء اهم اشي زي ما حكينا انه انتبهوا لعملكو انتبهوا لصحتكو هاي اهم التحذيرات اللي احنا بنحكيها اليوم في منكم رح ينجز بعض الاعمال او ممكن يقدم لعمل او يكون عنده مناقشة او مثلا امتحان معين او ممكن انه يهتم باشياء لها علاقة بعمل جديد او ترفيع جديده طبعا اليوم يوم مناسب وبعطيك طاقة عالي جدا بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيامة لبعيدة بتشعره بقوة العاطفة وتجاوب احبائكو معكو ممكن تذهب في رحلة او تروج لعمل او تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نوع من انواع النجاح وحض في حياتك العاطفية والعائلية ولكن الاهم ضبط الاعصاب عدم التصرع عدم اتخاذ قرارات صادمة خلال هذا اليوم اللي عنده امتحان او مقابلة لانه القمر رح يصير منتحس من ساعات الظهر فعشان هيك يمنقول اللي عنده مقابلة او امتحان بعد ساعات الظهر ما يعتمد على الحظ نهائيا بده يدرس وينشط بالدراسة مثلا او يكون جاهز ومستعد للامتحان او للمقابلة وحاولوا تنجزوا الامور اللي الها علاقة بالاوراق والمعاملات القانونية خلال هذا النهر برج الجوزاء طبعا على المستوى النفسي ما فيه اي تأثيرات يعني تقريبا على طبيعتكم بتكونوا فيه شوية نوع من انواع الضغط او تقلب بالمزاج او بتجيك لحظات هيك ممكن تستاء او يعني يكون فيه نوع من انواع الحدية او العصبية بطباعك ولكن سرعا ما بتتجاوزها يعني امور متقلبة سريعة ولكن الغالب عليك هو الطاقة والنشاط خلال هذا اليوم الرغبة بالحركة والتواصل والاتصالات عندك نشاط عالي جدا وطاقة عالي جدا بتمنحك القدرة على اثبات جدارتك في منك ورح يهتم بمسائل الها علاقة بالسيارات او الها علاقة بالاتصالات بشكل كبير الامر العاطفي رح يكون مميز عندك خلال هذا النهار يعني عاطفيا الامور جيدة وممتازة جدا وممكن تستغلها لتوطيل علاقة عاطفية او للتقارب مع الحبيب بشكل كبير ممكن تستغلها لمصالحة او لا امور الا علاقة لنزهة او ممارسة هواية معينة لالك يعني بتدعمك بشكل قوي ولكن برضو بتوجب علي اني احذرك من ردات الفعل السلبية او العصبية او الاستياء او التحسس من بعض الكلمات او بعض المواقف من احد الاحبة خصوصا من احد الابناء او الوالدين او الحبيب نفسه اما بالنسبة للوضع الصحي فاجمالا منقدر نحكي انو الاجواء ممكن يصير فيها بعض التقلبات على المستوى الصحي بدك تكون حذر الاشياء كلها لها علاقة بالجهاز العصبي والتوتر امور لها علاقة بالتحسس مناطق الجيوب هاي بدك تهتم فيها او اللي بعانوا منها وعندهم ضعف فيها هم اكثر ناس بدهم يهتموا حاول تنجز عملك وما تخلي امورك تتراكم اهتمامات مالية عندك اليوم بشكل جيد ممكن بعضكو يحصل بعض الارباح او المكاسب اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ وداعم لالكو اهم اشي انو اليوم اه تعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة الفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارع لتهدئة الاجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير ممكن تتلقى مساعدة او تعاطف عليك انك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي برج السرطان طبعا بما انه القمر مقابلكو تماما الان خلاص يعني تقريبا هو باخر من منتصف المقابلة يعني نحكي من نصف العشرية الثانية للعشرية الثالثة فهو الان وزع نوره على كافة موليد برج السرطان فعشان هيك اليوم نقولكو يعني الطاقة ضعيفة فعشان هيك شوية نفسية بتكون متقلبة بكون في حدية مزاجية عاطفية زيادة او حساسية عاطفية زيادة بتجد انه شوي ما عندك رغبة لانجاز كثير من الامور او ملل او هيك شعور بالاحباط من بعض المسائل الا انه في امور قوية جدا ممكن تستغلها خلال هذا النهار خصوصا على مستوى البيت وعلاقتك بافراد العائلة قوية جدا وعندك يعني فرص لتعزيز العلاقة او التقرب من افراد العائلة طبعا اذا ما عصبت وما احتديت وما فتحت مواضيع فيها جدالات ونقاشات الاجواء بتكون داعملة اليك بقوة في منكو رح يحصل بعض المكاسف المالية الي بتيجي عادة من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم اهم ايش انك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك ما تدخل بخلافات حدي ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل وبرضو في نفس اللحظة يعني في منكو رح يرغب بامور الها علاقة بالاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بدعم او اشي له علاقة بالهجرة مثلا او امتحانات جامعية يعني البيت التاسع اجمالا يعني بعطي نوع من انواع الايجابية للك بدعمك على مستوى الامور اللي ذكرناها وبرضو بتنشط بمسائل مفاجئة لها علاقة بالاصدقاء فممكن اليوم اما يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او تسعد بلقاء الاصدقاء وممكن حدث صادم شوي او مفاجئ يظهر بفجأة هيك شوي يخليك انت يتركز عليه ولكن اجمالا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او العاطفي بوسعكو اتمام امور الها علاقة اما خطبي او زواج او تطوير علاقة لهاي المرحلة او توقيع عقد تجاري بس اهم شي انكو تراجعوا التفاصيل بدقة كاملة وحاول انك انت شوي لانه الاجواء فيها نوع من انواع السلبية لانواع زي ما حكينا طاقتك ضعيفة في نوع من انواع الضغط ما بين فعكسوه الصبر والمرونة وممكن تتعرض لبعض المضايقات او الخلافات برج الاسد طبعا اكثر اشي رح يتركز عليه اليوم هي امور الها علاقة بالعمل او انجاز بعض الاعمال او تراكم اعمال او مشكلة الها علاقة بالعمل هاي اكثر شغلات رح يتارقك او تخليك تفكر فيها بشكل جدي او شكل كبير او تحاول تجد بعض الحلول لهاي المسائل وقسم منك رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقها بالوضع الصحي فعشان هيك شوي الاجواء عندك اليوم رح تكون متقلبة صحيح انه في جراءة في قدرة على الحوار النقاش توصيل المعلومة الاتصالات تواصل مراسلات يعني الاجواء بتدعمك بقوة على هاي المسألة ولكن في لحظات بتقلب المزاج عندك وبتصير عصبي وحد الطباع لدرجة انه ممكن انك تنفجر في اي حد تحت وطء غضب او عصبية او حدية او حتى في منك ممكن يعتزل الناس بطريقة يعني كبيرة جدا ويحب انه ينطوي على نفسه لاعادة ترتيب اوراقه من اول وجديد بالنسبة للوضع النفسي اجمالا في قوة بما انه زهرة بتمنحك طاقة ايجابية يعني سهل جدا انك تسيطر على تقلباتك على ضغطاتك ولكن الاهم زي ما حكينا انه ما تنفعل وما تعصب وما تستاء من امور ممكن تصير معك من خارج البلاد او من اجانب او امور قضائية او قانونية يعني حاول انك تركز على هاي الامور في منك رح يهتم ببعض المعارف لمساعدته في امر ما او لدعمه في مسألة ما محيريته او فيها نوع من انواعه الصعوبة بتتطلب منه التركيز او الاجتهاد لاجاد حلول اما على مستوى العمل او على مستوى العلاقات والمعارف اهم ايش انك اليوم تنجزوا ما برسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم واحسن ادارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافية برج العذراء طبعا على المستوى النفسي اليوم الاجواء احسن انت مشحوني بطاقة كبيرة وعندك قدرة لإتمام وانجاز كثير من المهام خلال هذا النهار حتى انت ملفت للنظر بالنسبة للجنس الاخر يعني فيه رغبة من الجنس الاخر للتواصل معك او التقرب منك وفيه منك رح ينشط باعادة محاولة امور تعطلت بالفترة الماضية اهم ايش انك انت تكرر المحاولات فيه نقاط ايجابية رح تكون على المستوى المالي زي تحقيق ارباح او مكاسب بتيجي من عمل اضافي او نوع من انواع الدعم مثلا او ممكن تيجيك من اشياء الها مستردات هبات دعم اه الى حقوق عند ناس ممكن انك تستردها خلال هذا اليوم ولكن ما تبالغ بمصاريفك زيادة انتبه لصحتك في بعض الاوقات او التقلبات الصحية اللي ممكن تظهر على الساحة او اشياء الها علاقة بتراكمات بعض الاعمال حاول انه ما تخلي حد يستغلك ما تغامر وتجازف بمشاريع بدون ما تدرسها حاول تستشير اهل الاختصاص الوضع العاطفي يعني تقريبا منقدر نحكي مع الشريك الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية بتقارب ما بينك وبين الشريك وممكن تحمل لك مصالحة في منك ورح يهتم بمسائل فجائية لها علاقة باشخاص اما خارج البلاد او سفر محتمل او مراسلات مع اشخاص خارج البلاد او تقديم انتحان او دراسي بشكل كبير ولكن اليوم اجمالا بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج اساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة ايجابية ومناسبة لطرح الافكار والارتباط اهم ايش انك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة واتجاه الاحباء اهم ايش برضو انك تحاول تستغل هذا اليوم في تصحيح بعض الاخطاء اللي ارتكبت في الايام الماضي وكانت مش مناسبة او بتحاول انك تتجاوزها برج الميزان طبعا الشمس بلشت تمنحكو شوي الطاقة ايجابية يعني شوي بلشت الامور تتغير او صار عندكو قدرة على التركيز اكثر او الرغبة باحداث تغييرات او محاربة الواقع اللي انتم موجودين فيه رغم ان وجود القمر اليوم بشكل زاوية تربيع رح يخلي فيه نوع من انواع التقلب في بعض الاوقات في المزاج او تصير احداث مخالفة لتصوراتكم او توقعاتكم الا انه عندكو قدرة تسيطروا وتضبطوا اعصابكم رح يتركز اهتمامكم اكثر اشي على البيت او احداث عائلية او امور الها علاقة بالبيت والعيلة والاقارب وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالوضع المالي او تطوير وضع مالي او امور الها علاقة حتى بالعلاقات الاجتماعية رح تنشطوا اجتماعيا اما بلقاء الاصدقاء او المعارف او توجيه دعوات لحضور حفلة او مناسبة او لقاء معين وفي منكم ممكن يصير معا حدث مميز في هذا الاشي اما ايجابي او سلبي طبعا على حسب طبيعتكم الاهم انه ضلوا من تبهين لعملك وتنجزوا اعمالك بوقتها ما تخلوا الاعمال تتراكم الوضع شوي في نوع من انواع التقلبات او المخاوف او الشكوك باحد المعاونين او الزملاء انه بتآمر عليك بالخفاء في مسألة الها علاقة بالصحة ممكن تظهر او توترك او تسبب لك قلق تتعلق فيك او في احد الاحبة حاول انك ما تدخل بمشاريع او باشياء بدون ما تستشير اهل الاختصاص بشكل كبير وبرضو في امور الها علاقة باحد افراد العائلة او احد المقربين صحيا شوي مقلقة او موترة في هاي الفترة اهم اش انه اليوم بوسعك وادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي او منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية اهم اش انك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الا اجواء فيها نوع من انواع العدائية او متوترة شوي وبرضو الاهم انك تراعي وضعك الصحي برج العقرب طبعا اليوم نشاط عالي جدا رغبة بالتنقلات والاتصالات وممكن ما تهدأ وطيرتك من كثرة الاتصالات والتنقلات او الرغبة باحداث تغييرات في منكو رح يهتم بمسائل الها علاقة اما بالاخ الاخوي او الجيران او امور الها علاقة بالسيارات او الاتصالات الاهم اللي عنده امتحان او عنده مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ الوضع العاطفي شوي فيه نوع من انواع الاهتمام بالحبيب رح يكون اهتمام مميز ممكن نتمارس هواية معينة ممكن نترافق الحبيب ممكن تخرج بنوع من انواع التغيير او الترفيه عن النفس اللي يكون شوي فيه علامة فارقة خلال هذا النهار او تستغلها للمصالحة او لتقاريب وجهات النظر او لمعالجة امر بتعلق باحد الاحبة العلاقة ما بينك وبين الازواج تقريبا جيدة او بين المتزوجين ولكن احذروا من التقلبات المفاجئة او الاحداث المفاجئة اللي ممكن تسبب لك بعض القلق او بعض التوتر راعي وضعك الصحي بشكل جيد راعي اعمالك بشكل جيد ما تخلي اعمالك تتراكم اذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك الاغالب على اليوم هذا رح يكون نشاط في امور العلاقة بالسفر او الاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان ولكن الاهم انك تدرسه وتستعده ما تعتمده على الحضوض ممكن تعززوا العلاقة مع اخ او جار بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الاجواء لطيفة وممكن تحملك لقاء عاطفي او مصالحة او ورشة عمل هاي الورشة بتكون لاعادة تأهيل قدراتك بشكل اكبر او قدرة على التركيز او تغيير وضع سابق برج القوس يعني في نوع من انواع النشاط رح يكون موجود عندكم الاهتمام اكثر اشي رح ينصب على الامور المالية هي اما انه تحصيل اموالي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم او مستحقات لا الىك بتحاول انك تحصلها في امور بيتية او منزلية او عائلية رح تلفت نظرك وتعمل تقارب ما بينك وما بين افراد العائلة ممكن يبادر احد الاخوة لمساعدتك في مسألة ما ولكن بدك تحذر من الخلافات والنقاشات الحادة او توتر وضع عائل معين ممكن بسبب ظرف معين يعني تحتد الامور برضو حاول انك تنجز اعمالك بوقتها حتى لو عملت ساعات اضافية واهتم لوضعك الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل المفاجئ على المستوى العاطفي برضو ممكن تظهر بعض سوء التفاهم او النقاشات او الخلافات الحادة وخصوصا موليد العشرية الثانية موليد اول العشرية الثالثة هم اكثر ناس رح يعانوا من المسألة هاي ممكن نقاش او حوار او سوء تفاهم مثلا يصير ما بينك وبين الحبيب ضبط الاعصاب مطلوب لانه الفترة هاي بتهدد استقرار علاقة عاطفية وخصوصا العلاقات العاطفية الضعيفة في منك رح ينشط بامور العلاقة بالاتصالات الخارجية والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او مراسلات او حتى الاهتمام بالاجانب او دورة معينة او ثقافة معينة او لغة جديدة يعني في نوع من انواع برضو الاهتمامات على الامتحانات الجامعية بيكون قوي جدا وعلى مستوى العلاقات قوي يعني ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء والغالب على هذا النهار انه اليوم في فرص لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف اموالك كون عاقل في صرف الاموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي او قرض او تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات ولكن الاهم انك تدقق بالتفاصيل وتستشير اهل الاغتصاص فترة ايجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ما برج الجدي طبعا الاجواء اليوم احسن من الايام الماضية تقريبا يعني طاقتك عادت بشكل قوي او عندك رغبة بالتحرك والتنقل والاتصالات انجاز كثير من الاعمال اللي تعطلت بالفترة الماضية وممكن تتلقى خبر اليوم شوي يكون يعني فيه هيك يفشغلك او يبرد ضغوطات اللي كانت موجودة عليك بالفترة الماضية او مسألة كانت مقارقيتك بشكل كبير رح تنشطوا بامور الها علاقة بالعمل او عمل جديد او تقديم طلبات لعمل او مناقشة امور الها علاقة بالعمل ممكن يكون فيه حوار ما بينك وبين احد الزملاء او ما بينك وبين رئيسك بالعمل وفيه احتمالية لاتخاذ قرار في الفترة هاي يكون يعني فيصل في حياتك اهم اشي انه ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تدخل باشياء مشبوهة استغل علاقاتك لتطوير امور الها علاقة بالعمل بشكل قوي اهم اشي ما تبادر بامور الها علاقة بالمشاريع او مشروع جديد بدون دراسته او بحث فيه او استشارة اهل الاختصاص يعني ممكن تحملك اشي العلاقة بالعمل مع اجانب او مراسلات او اشي العلاقة بالمقابلات والامتحانات بشكل كبير تنشط بشكل عام بكل الاتجاهات يعني بتحاول انك تعوض كل الشغلات اللي تراكمت عليك بالفترة الماضية على المستوى العاطفي ممكن يكون فيه شيء مفاجئ خلال هذا النهار ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الاحبة اللي هم الابناء او الوالدين ولكن حاول انك تبتعد عن فرض الرأي لانه الاجواء مش مساعدة بقوة بالنسبة للك السمة الغالبة اليوم رح تكون ثقتك بنفسك كبيرة بعمك النشاط اهمش انك تبادر لخطوة جديدة دعم من مكانتك الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية الامور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر خلال هذا اليوم برج الدلو طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لآخر يوم فهذا اليوم كمان بتكون تحاولوا انك تسيروا بطريقة انه يكون روتيني يعني انجز الاعمال اللي انت معتاد انك تنجزها حاول انك تنجز العمل الضروري والمهم حاول تراقب وضعك النفسي من التقلبات والتسرع في بعض الاوقات صحيح انه في بعض الاوقات راح تدعمك الحظوظ في منازل معينة ولكن ما تعتمد على الحظ نهائيا بما ان القمر موجود في بيت المتاعب في منك راح ينشط بامور العلاقة بالاتصالات الخارجية او تواصل مع اجانب او اشي الاعلاقة بالامتحانات الجامعية او الدراسة او المراسلات يعني الاجواء تقريبا داعمة وبقوة ولكن اهم اشي انك تضبط عصابك اثناء التعامل مع الغير ممكن تخضع لدورة او دراسة او اشي الاعلاقة بتطوير وضع ما بشكل قوي اهم اشي انه برضو نفس الشيء توطد علاقتك ما بينك وبين الشريك فممكن بعضكو يقدم على شيء يعني شوي يعمل في ردة فعل ما بينه وبين الشريك او حوار او نقاش حاول انك تكون مرن وتمسك العصر من النص عشان ما تسوي خلاف ما بينك وبين الزوج تحديدا حاول تضبط اعصابك لانه اعصابك هي المتوترة والعصبية موجودة وظاهرة بقوة عندك الوضع الصحي بكون متقلب في بعض الاوقات بدك مراعاة لصحتك اذا شعرت بشيء غير اعتيادي يحاول انك تراجع طبيبك او تستشير الطبيب او تاخذ الادوية المناسبة ما تهملها الوضع المالي ممكن يدفعك لصرف الفلوس بمكان غير مناسب يعني زي التبذير او البذخ في بعض الاوقات او خسارة الفلوس او يحتالوا عليك بعض الاشخاص حاول انه ما تغامر بمشاريع بدون دراستها على مستوى البيت ممكن تهتم بمسائل الهلاقة بتصليحات ترميمات عقار اهتمام بامور الهلاقة بمشتريات او مستلزمات منزلية او حل خلاف او جدال منزلي السماء الغالب على هذا اليوم يوم اخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك الى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك او تعاني من تراجع معنوي او صحي ما تحسم امر الفترة هاي سلبية ومخيب الامال وممكن تندم على اي خطوة بتقوم فيها عشان هيك ما تبادر باي خطوة دون دراستها ولو تأجلها لبكرة بيكون افضل اليك برج الحوت طبعا بقولك انا انه حاول تستغل هذا اليوم لانجاز كل الاشياء الضرورية والمهمة لانه ابتداء من بكرة القمر رح يصير في الدلو في بيت متاعبك فهذا الاشي رح يضغط عليك نفسيا ويعطل بعض الامور او ما يخلي الامور تمشي معك بالشكل المناسب اليوم انت عندك نشاط عالي نفسيتك تقريبا بنقدر نحكي بنسبة عالية جيدة بتقدر تتجاوز الصعوبات وتغير من نفسيتك او من حيويتك او تسيطر على انفعلاتك بقوة اهم شي انك ما تخلي الوسواس او القلق او التوتر او الاكتئاب يسيطر عليك بشكل كبير في منك رح يهتم اليوم باتصالات وحوارات ونقاشات ممكن تيجي بشكل مفاجئ تطلب منه انه يكون جاهز عشان اثبات الذات اهم شي اللي عنده امتحان او عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد زي ما حكينا بالايام الماضي انه في فرص لتحصيل بعض المكاسب المالية ولكن المشكلة انه المصاريف اكثر من الداخل عليك فعشان هيك يحاول تراقب وضعك المالي ما تذهب للتبذير او لصرف الفلوس بدون ما ترتب اوضاعك بشكل جيد انجز اعمالك في اهتمام الها علاقة بالعمل او عمل جديد او الاهتمام بشيء العلاقة بعمل صعب بتحاول انك تنجزوا بالفترة هاي ممكن تستعين ببعض الاشخاص او الاصدقاء انهم يساعدوك في هاي المسألة اهم ايش انك لو بتعمل ساعات اضافية ما تخلي اعمالك تتراكم انتبه برضو لصحتك لغذائك لراحتك من بعض التقلبات الاجواء اجمالا بتساعدك على امور الها علاقة بالمشاريع او بالاموال المستردة او امور الها علاقة بالقروض او بالديون الاهم انك ما تكفى الحد بالفترة هاي وما تغامر بمشاريع بدون استشارة اهل الاقتصاص عشان ما تبوق هاي المشاريع بنوع من انواع الفشل او الخسارة وانتبه من بعض المحتالين او النصابين اللي ممكن يستغلوا طيبتك او كرمك او عاطفتك بالفترة هاي السما الغالبي رح تكون اليوم بوسعك وتعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق امني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الافاق ممكن تحتفل بنجاح او تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الارباح بتفرح لوقوف احد الاصدقاء او الاقارب الى جانبك وممكن تخف الضغوط ويطمئن بالك ولكن الاهم زي ما حكينا ما تخلي اعمالك تتراكم وانتبه لصحتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا لك ترجمة نانسي قنقر